يقول السائل حول الاعتكاف البعض يقول أنه يبدأ من بعد صلاة المغرب ليلة الواحد والعشرين وينتهي بنهاية آخر يوم من أيام رمضان والبعض يقول يبدأ من فجر يوم الواحد والعشرين وينتهي وقته عند الخروج لصلاة العيد فما رأي سماحتكم هذا ما هو صحيح الرأي الأخير ما هو صحيح صحيح أنه يبدأ بعد غروب الشمس ليلة الواحد والعشرين